السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأتحدث عن الاستغفار طبعا القرآن الكريم ذكر الاستغفار في مواضع كثيرة قوله تعالى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقولي ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقوله تعالى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار من السنة الصيغة التي عدها النبي الكريم سيد الاستغفار وهي أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة والدعاء الذي يكون في الصلاة ما بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر وما أسررت وما أعلنت وما أصرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أن من ثمرات الاستغفار إن شاء الله تكفير الخطايا والذنوب دخول الجنة دخول الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين الذين يستغفرون لذنوبهم قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين من فوائد الاستغفار أيضا تجديد إيمان العبد الذنوب والخطايا بتضعف إيمان العبد وقد تحدث شرخا في نفسه وقلبه وقد تحدث نكتة سوداء في قلبه ومن شأن الاستغفار والتوبة من الذنوب محو أثر تلك السيئات وأعادة الإيمان في النفس ولذلك الله سبحانه وتعالى ربط في كتابه العزيز بين التوبة من الذنب والإيمان ذلك أن الإيمان يحمل العبد على إدراك الذنوب وتمييزها ويدفعه إلى اجتنابها خشية من وعد الله تعالى ووعيده وبالتالي يظهر أثر الإيمان في استغفار المؤمن وتوبته الدائمة من ذنوبه التي يقترفها في حق الله قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى زيادة الرزق زيادة الرزق وتكثير البنين وشيوع الخيرات ودوام النعم على الإنسان فثمرت الاستغفار والتوبة تتجلى في نزول الغيث من السماء مدرارا فتجري الأنهار وتنبت الزرع وثمار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبانينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن من خلال فهمنا لهذه الآية أن هناك أثار للذنوب وللخطايا بتتمثل بحرمان العبد من رزقه وقد يكون هذا الحرمان محسوسا بحيث يمنع الله عن العبد بعض النعم الدنيوية وقد يكون هذا الحرمان معنويا بحيث يحرم العبد نعمة التوفيق إلى الخير وفي الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر الدعاء له فوائد كثيرة وأثاره بتكون واضحة بتعود توبة العبد واستغفاره عما ارتكب من أخطاء في حياته بفوائد جليلة وأثار عظيمة تنفعه وتقويه في نفسه وحياته إنه بينال بالاستغفار القرب من الله وكثرة تعلق به فكلما انشغل المسلم ذكر الله زاد قربه منه تفريج القرب وانشراح الصدور والله إنها بنحسها إذا حد أذنب واستغفر الله بصدق وبتذهب الهموم والغموم وبتكون سببا إن شاء الله في دخول الجنة والتمتع بما أعد الله له الاستغفار بيكون سبب في صفاء القلب ونقائه الشعور بالراحة والتمعنينة بيكفر الذنوب الاكثار من الاستغفار والمدومة عليه من أسباب مغفرة صغائر الذنوب وكبائرها في كبائرها بشرط تحقق التوبة الاستغفار نوع من أنواع الدعاء وحكم في ذلك حكم الدعاء فالمسلم وهو يستغفر ربه عز وجل بيغفر ذنوبه وكلما رافق ذلك الشعور بالانقصار والافتقار والتذلل بين يدين الله سبحانه وتعالى كلما كانت الإجابة أرجى لدعائه لا سيما إذا تحرم مواطن الإجابة وأوقاتها زي التلت الأخير من الليل الاستغفار بيكون سبب في البركة وزيادة البركة في المال وفي الأولاد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إضافة إلى سبب للإمداد بالقوة والمنعة قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين استحضار القلب عند الاستغفار ينبغي للمسلم عند الاستغفار أن يجاهد نفسه في استشعار معنى الاستغفار في قلبه حتى يصل إلى المراد منه في حياته وآخرته وأما إن كان الاستغفار باللسان مع غفلة في القلب فهذا ما يطلق عليها أهل العلم توبة الكذابين ذهب بعض فقهاء الحنفية والشافعية إلى أنه استغفار لا نفع فيه في حين ذهب الحنابلة وفقهم بعض الحنفية والشافعية إلا أن الاستغفار مع غفلة القلب حسن يثاب فاعلها على اعتبار أنها أفضل من صمت مع الغفلة ولعل حال هذا المستغفر يتغير فإذا ألف اللسان ذكرا أوشق القلب أن يألفه وقت الاستغفار شرع الله للمسلم أن يستغفره ويعود إليه في كل وقت وخاصة بعد ختمة الصالحة لجبر النقص الحاصل فيها وحين الانتهاء من الصلاة ويجب على المسلم أن يستغفر الله إن ارتكب أي من المعاصي والآثام من أفضل أوقات الاستغفار وقت الصحر لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون مع السلام